السلام عليكم شنو أحوالكم إن شاء الله ربي تكونوا بخير كيما تشوفوا هنا شنو أراكم انطيبوا مع بعضنا مقروض طريقة تقليدية مع بعض الأفكار اللي عديتهم لي صديقتي جزائرية كيما تشوفوا الهنى منظروا مزيين مشحر مليح وبطبيعة تنسيوش ومشتاعملوا دي لايك وتبارتاجوا الفيديوهات وتشتركوا بالقناة وبطبيعة كيما تشوفوا هنا الوصفة أديكم هايلا ونعطيكم كل تفاصيل وأسرار عملين المقروض طريقة تنشحلكم مية في المية أنا الهنى أخذيت سميد متوسط الهنى أنا أخذيت صحفة صغيرة وبش نعبي بها السميد متاعي الهنى نحاول نعبي بها كيما يلزم كيما تشوفوا الهنى صحفة الثانية بو عبيتها بزيد شوية معناها الصحفة الأخرانية نحسب لها حسابها توا هذي كيف كيف انعبيها وتوا الصحفة الأخرانية بتجيني نقصة شوية أما بحكم الثانية عبيتها على الأخر هي كتجيب الضبط وبالنسبة للكيلو معناها راني عملت كيلو كامل سميد متوسط الهنى عندي مقدار ملعقة كبيرة ملح بش ما يجينيش المقروض باسل والهنى عندي صحفة معبية كيما عبيت السميد بزيد عبيد الشمس معناها الزيت العادي النباتي أنا من عملوش بزيد زيتونه وفما إشكوني عملوش تر زيت وشتر زبدة أما على شرط إذا كينت حبو تعملو الزبدة راوليزكم تصفيوها فما نخلي لكم في الصندوق الوصف كيفاش تصفيو الزبدة متاع الحلويات بش مت تفسد لكمش في سعب كيما تشوفوا الهنان جي كيني تقريبا بش نكسكس ونبدأ إنحل في السميد مع الزيت بإيدي بش يدخل الزيت في السميد للكل معناها متخليوش بلاسة فيها الزيت معناها مشادد لازم السميد متاعي نحلو الكل معناها نعود لكم لهنا المقادير أربع كيلات سميد متوسط عليهم كيلة زيت عليهم غرفة كبيرة ملح أنا منحطش السكر في وسطه فمشكوني حط شوية سكر أنا لحقيقة منحطش لأنه بمدام بش يتشحر منفهماش عليش نزيدو السكر وجربوا الوصفة وبقدرة ربي تنجح لكم أنا لحقيقة الأفكار تقول كل مرة جي فكرة نفسر لكم شنو اللي صديقة الجزيرية تعلمت منها اسمها فضيلة كيما تشوفوا الهنان الفكرة لولا إنه بعد من حرك السميد والزيت نخليه يرتاح وفي الوقت اللي يرتاح فيها السميد أنا طوى بش نخدم عجينة التمر الجزيرين يسموها الغرس أنا اللي هنا خذيتها كانت يبسة حطيتها في الميكرواند لمدة 30 دقيقة بش تفتفتت ووليت نجم نخدمها غطيتها وحطيتها 30 دقيقة بالنسبة لهنا الفكرة الثانية اللي عطيتها لي الصديقة الجزيرية هي أنا قبل كنت نحط أكثر ميزهر من الزيت تولى تكثروا من الزيت أنا اللي هنا حطيت مقدار أربع مغارف كبار زيت بش نحط عليهم زوز مغارف كبار ميزهر وبعد نعجن وإذا كان حسيت العجينة متاعي شيحة نزيد الزيت اللي هنا بش نحط شوية قرفة شوية فغمو بالكل معناها مش برشة اللي ميحبش القرفة ميحطش واللي يحب عودة قرنفل يحط أنا ما عنديش عودة قرنفل مرحي هذيك عليش معناها حطيت شوية قرفة كهو وتوا نجي نعجن توسعوا بالكم خاطر أنا كيني معناها العجينة هذي محلولة عملت بها قبل الوصفة أخرى معناها توسعوا بالكم في الحلين واللي ما عندوش ميكرواند ينجم يخليها تتفور شوية ديب معناها الديب ما تترى معناها العجينة على الكسكيس بش فيسعة ما تترى وإذا كان العجينة ما زلت كي حالتوها وطريم فماش علاش جس تتحلوها بالزيت وما يسميه تشمخها بالزيت كما تشوفوا الهنا أنا العجينة متاعي توا حضرت اتريا تتعجن بالكداف في الإيد باش نخليها كيف كيف ترتاح وتوا نرجع للسميدة متاعي الهنا عندي كيلة ما باركنت خنسي حذية معناها نسيت أنا بعد انو تعبيوها كما عبيته الأخرين بالكداف أنا الهنا ما عبيتهش على الأخر عليك علاش بعد زدت شوية والهنا كما تشوفوا نخلط بالسوابع معناه كأيني ما زلت انكسكس ونبدأ نلم أما من غير ما نعجن معناها السر الثاني من تعجينة المقروض هو من غير ما تعجنو فماش كوني حط البكاربوناتو فماش كوني حط لخميرة أنا الحقيقة هيدا الكل ما حطيتوش والنتيجة جاتني هاي لعلخر كما تشوفوا الهنا تبدو تلمو وتخلطوا في الماء باش ما يبقاش معناها تشوفوا كيتجربوها إن شاء الله فما معناها بالماء تبياض العجينة معناها لازم تخلطوا باش الماء يوصل للبلايس الكل تبدأوا تحلوا فيها كاية وقت لي تلملكم العجينة في معناها كومة واحدة ركا حضرت أنا لهنا ما زالت العجينة متاعي شيحة ما تتلمش فما بلايس موصل لهمش الماء كي ما تشوفوا معناها ما زالت هاي نبدأ اللم كي ما تشوفوا الهنا اه ما زالت شوية هذاك علاش باش نزيدها شوية ما كي ما فسرتلكم لأني ما عبيتش الكيلة متاعي على الاخر كي ما عبيت السميت ورا انا نزيد شوية ما وتوق نكمل اللم التروفي اللي ما زاله ما تلمو ليش وبعد كل مهم بالجداء نخليها ترتاح هذي يزيدها حاجة مهم مع الاخر بالنسبة اللي ما يعرف هايش لازم نخلو العجينة ترتاح لانه بحكم ان ما عجلنا هايش لازمها ترتاح باش بعد طوعنا في الخدمة وكم تشوفوا باش بعد الماء كيف كيف يتحل في العجينة الكل اما ما دا ما زالت معناها ما تتلمليش بسهولة تزيدوا شوية ما وتسيسوا تزيدوا معناها بشوية بشوية انتوى سيبون ما عادش بش نزيدها بش نغطيها ونخليها ترتاح الوقت اللي بش نخدم فيه عجينة التمر متاعي بش نسهل على روحي معناها بعد الخدمة بش نقصها سويبعات تقريبا في حاجم اسبوع الصغير مش مشكلة الطول متاحهم لانه معناها بعد نجم حتى تويتي معناها انقصوا حسب العجينة اللي عنا دونك مش مشكلة كم تشوفوا اللي هنا تتخدملي امتا وعتني بالقدار معناها العجينة متاعي اطريا كي ما يلزم ولكن نقصة بطبيعة تزيدوها الزيت وما تزيدوهاش الماء لانكم تشوفوا هنا كيف هاش فما شكون معناها شفت حتى في شكون يحطوا ابيض متاع العظماء لحقيقة ما ننصحكم شو بالكل ما فماش علاش جربوا الوصفة هذي وبقدرة ربي تعجبكم بالقدار بالقدار طيب باش نكمل اطمر متاعي لكلو هكاكا نحطو في الصحن باش يبدأ حاضر بعد وكشوفو رو ما تخافوش منهم ميل سقوش في بعضهم باش كي نبدأ نخدم ناخد دي راكتو ونستعملهم من غير حتى قلق انا تاول عجينة متاعي ها هيا انا الهنا اخديت اطباق حتيت فيه ورقة الزبدة باش بعد كي نقص الكعبات نحطهم عليه نجم ومكش ولي ما عندوش ورقة الزبدة مش مشكلة لهنا انا نستعمل ديما الورقة هذي البلاستيك اللي نخدم عليها باش ما نمسخش الدنيا الكل انجي ونبدأ نعمل في اللي بودان تاعي معناها سويبعات كي من ها كاية اتحلوهم وها كاية معناها تعملو حفر صغار بسويبع ليدين ما توصلوهمش لللخر بطبيعة معناها ما لازمش تمس للقاعة وتو نجي ناخد سويبعات التمر متاعي نحطهم انا ما نحطهمش في اللخر معناها من غير ما تغطيوا اللخر خاطر انا ما نحبش الكعبات هذوكم اللي بدو مش عطري نحب كعبات كاملين مزيانين وتو نجي نسكر العجينة متاعي تحاولو بالطبيعة ما تخليوش التمر يخرج وتو اتدوروها ترولوها مرتين ولا ثلاثة بشكل معناها انو الحلة هذيكا ما عاش تظهر الكم توا نعاود انحلو انا لغالب ما عنديش تابعة متاع المقروث حبيت ناخذ السناف في العطلة في الصيف اما لغالب ما عاجبنيش الموتيف اللي فيه ما عاجبنيش والقسم تاعوها كيكا وبره توا نجي العلو تقريبا هني عندي سنتي ونص كما تشوفو هذيك الترف المحاطيتش فيها التمر وتوا نبدو نقص بتبيعة بالنسبة للحجم على كل واحد وكيفو انا ماتي تعملو كبير المقروث حسينو يجيبنين على اللخر يعجبني معنا براغم انو كبير اما يجيبنين على اللخر تاخذوا معناها اي حاجة تنجمو تاخذوا سكينة ولا تحبوا تسويو بها الكعبة مش مديش عاملك الجرون هذوكم وبعد ندرها منظرهم يجي كيفو تجي معنايا خدمة مرتوبة ومقادية بالكده تسويوها وصدقوني معناها طريقة اللي نصحتني بها صاحبتي الجزيرية معناها بش اني نشمخ التمر بالزيت هذيك السر الحقيقي اللي ما يخليش التمر يتفتت لكم في القليين انا جربتها الاول مرة لحقيقة طيار الفكرة انا هذيك الحاجة الوحيدة اللي كنت تتقلقني في المقروض بقاها معناها يجيني ناجح اما شنوه يقلقني بركة في التفتفيت متاع تتمر وفيس عميك حال في المقلة طوى كيما تشوفو نعاود حتى كيت تتفتت شوية الباترا ومش مش مشكلة خطر هذيك هو اللي معناها بعض بش يخليها تتفتت كيما تشوفو تعاودو تحاولو معناها تعملو تقريبا نفس الحجم متاع الكعبات المقروض فماش كوني حط فيه كوركم انا الحق ما حطيتش هكا نسويوها بالكداء كبتشوفو الكعبات جيكم مزيانة طوى نحطهم في البلاتو ونغطيهم معناها اللوتون اللي نحذر الاخرين نغطيهم وبعدي بقلي كان القليين تحذروا كل شيء انا اللي هنا الحقيقة باش نستعمل القليا خاطر باش نركيكة معناها نستعمل كمية اقل متاع زيت ونخليهم المقروض الحاجة المهمة الاخرى انه راهو ما يتحركش المقروض الحاجة الاخرى انه راهو لازمو كمية كبيرة متاع زيت تغمو ما لازموش معناه يبقى شطر في الزيت وشطر ليه والهنا القليا الحقيقة حتيتها على مية وسبعين درجة الحاجة اللي فيها انه معناها ينجم يتيب من غير ما نحركو وخاصة نسكر معناها على الزيت بالنسبة لك عبيت الاخرين انا خديت سكينة عملت بها كازينة معناها سامبل مدين ما عنديش الطابع وبقاطري متنحت الليش كي ما تشوفوا شوفوا لونه محليه اكا تشوفوا مخرجش ومتفت فتش ومتمسخ ليش بالتمر طوا نصي معناها اذا يحضر كي ما تشوفوا لونه محلي بعد اللون كل واحد معناها فمشكون يخليه لونه يغمق اكثر فمش عليش خاطر راهو يتيب ما فيشو حاجة معناها عظم ولا حاجة اللي يتقلق ونصيحة الاخرى تحطوا المقروض السخون في الشحور البارد هذه حاجة مهمة زادة على الاخر بش يشرب لكم الشحور لازم يا المقروض السخون والشحور بارد ولا العكس انا اللي هنا بالنسبة للشحور عملت كيلو سكر عليه اترامين عليه عصير نصف قارصة ولي هنا تخليوه بالصفية معناها تنزلوا عليه بش يهبط الكله وتخليوه الوقت اللي تتقلى فيه الرمية الثانية الكل معناها تخليوه تعطيه ووقته الهنا عندي جلجلين بش نزين به فمش كون يحب يزين باللوز ولا كي ما تحبوه لالحق نحب متعم في الجلجلين كي يبدأ فيه كي ما تشوفوا الهنا خليه يشرب العسل متاعه في العقل فماش عليش مزروبين بش تخرجوه بش يجيكم من داخل معناها هشوش وصورتوه شارب العسل متاعه وخطر بالمدة خاصة معناك يتعملوا كمية كبيرة شوية بش نجم يصبر لكم خطر اذا كان مش شارب العسل متاعه راه يجيكم شايح من داخل وبعد ما عادش يجي بنين كي ما تشوفوا الهنا انزينو شوية بالجلجلين وتوه نكمل كملت القليل متاعي حبيت جزت نوريكم شوفوا معناها متفتفت ليش برشة تمر دي بشوية ذيك الغلبية معناها سميد متاع التمر هبط لحقيقة هذي أستويس بش نخليها ذي حاجة محش بش نبدلها وان شاء الله يا ربي تكون الوصفة عجبتكم بتو بيها عم تنسوش بش تخلو لي تعليقات متاعكم وأي حاجة تحبوا طيبها يعطيكم الصحة وربي فضلكم الكل